من نسبة لطاقتك حاليا يا برج الجزء عم شوفك عم تحاول انه تكون اجتماعي اكتر تنخلط مع اشخاص اكتر او تكون صداقات اكتر بحياتك عم شوفك ايضا عم تحط مجهود كتير عالي تجاه عملات عم تركز كتير ايضا تجاه عملات في عندك حركة وتقدم اسرع بها الشهر لانه عندك the chariot ممكن تكون انت طالع عندك او السهرة عندك او المونساين عندك السرطان لانه crew type تتبعك فعندك عم شوف عندك تقدم وعندك طموحي كتير عالي عم تشتغل عليها كتير عم تفكر ايضا باستمرارية باشي مستديم علاقة تكون جدية بالنسبة للشخص اللي انت عم تتعامل معه الحبيب او الشريك عم شوفه شخصة بالاغلب ممكن تكون عم تتعامل معه برج ناري مبين عندي اغلب الطاقة اللي طالعه طاقة نارية وطاقة ترابية ايضا فالشخص اللي عم تتعامل معه شخص شوي متهور شخص شوي مندفع ولكن عم شوف انه هو لحي الله سبب كل ما بيجي بيحكي معك هالشخص او يحاول انه يتقرب منك بيصير في بينكم نزاع او كونفلكت او خلاف ايضا ممكن يكون هالشخص عم يمر بمشاكل عديدة بحياته يعني العامة بعيدة عن علاقتكم مع بعض ممكن يكون عم يمر بخلافات ونزاعات مثلا في مجال عمله او في اسرته حتى يعني بالجانب العام بحياته ولكن عم شوفه مندفع عم شوفه في عنده في عنده طريق بده يمشي فيه او طاقته عم تكون سريعة عم شوفك بالمستقبل يا برج الجوزاء فيه عندك عروض كتير من الحب فيه عندك عروض رح تيجيك ولكن بدك تنتبه بدك تاخد قرار او بدك تكون مفتح لك لحتى الانو اغلبية عروض الحب اللي رح تيجيك رح تكون مش مش غير صادقة في عندك انت مشاعرك غير مشاعر الاشخاص اللي عم حاولوا تقدمو لك عروض لانو عم شوف انت عندك king of cups فانت عاطفية شخص ماتور او شخص ناضج ولكن هروض الحب اللي بدك تنتبه من اي شخص يقدم لك عرض حب انه ممكن يكون مش صادق مش صادق متل ما انت بتتوقع انه يكون ايضا عم شوف انه بينكم انت وها الحبيب تعقدكم المشتركة عم شوف انه فيه فيه كتير حكي بدكم تحكوه ولكن عم شوف انه انت بتركز اكتر على نوعية الحكي اللي بتحكيها يعني انت بتدرس الوضع اكتر او بتعيد حسبان المسألة في مع حالك قبل ما تحكي بالموضوع اكتر من الشخص اللي انت عم بتتعامل معه انه الشخص اللي عم بتتعامل معه ممكن يكون متهور فممكن اغلبية المشاكل او النزاعات اللي عم بتصير بينكم بسبب انه شخص متهور او بسبب انه ما بيدرس كتير الحكي لانه هو مبين انه زكي ويتي يعني بيفهم ولكن في عنده نوع من الكيرلسنس او عنده نوع من مش عدم مسؤولية شوي مش كتير بيركز او مش كتير بنتبر على الحكي اللي بيحكي عم شوف انه حبيبك بالمستقبل او خطواته بالمستقبل هالشخص عم يستنى خبر منك عم يستنى رسالة عم يستنى نوع من الخبر عم يستنى رجوع ايضا رجوعك لانه بيشوف انه انت معك الحياة يعني بده يكون معك حياة كاملة او بده يستثمر بالفعل بيها العلاقة ممكن بداية العلاقة الشخص هات كان مش كتير مش كتير واخد الموضوع بجدية ولكن عم شوف المستقبل انه هو عم يفكر فيك كتير عم يشوف انه برغم المشاكل اللي صارت بينكم لانه بيعتبرك رفيق درب مناسب او سولمات مناسب بدنا نسحب الكروت ضوضيحية لحتى نشوف انت هل رح يجيك عرض حب من هالشخص لانه عندك عروض حب بالمستقبل بدنا نشوف هل هالشخص رح لانه هو مستني رسالة منك مستني خبر بس بدنا نشوف هل رح ياخد خطوة لانه ايضا مبين انه هو عم يستنى ولكن بده ياخد خطوة بدنا نشوف هل رح يتقدم جهدك هالشخص؟ عم شوف انه هو كتير عم يفكر بالماضي هالشخص كتير عم يحل الماضي اللي صار بينكم وبدو يقدم لك نوع من العرض او يحكي معك ولكن عرض مش كتير كبير مش مش جدي او هو بيحس انه هو مش مستعد حاليا الى شي جدي كتير ولكن عم شوف انه بده يقدم لك عرض حب ايضا king of pentacles ترمز الى شخص مستعد انه يحط المجهود في العلاقة ولو انه مش رح يقدم لك اشي جدي بس مين البداية هو مستعد انه يحط مجهود في بها العلاقة يعني والتواصل اللي بينكم طب منا نشوف هالشخص ليش ليش ما اتخذ خطوة لحد هلأ يعني او شو هو العائق اللي عم يمنعوا انه يجي ناحيتك المادة مبين انه هو المادة نوع من واحدة من الاسباب اللي عم تمنعوا من انه يجي ناحيتك ايضا هالشخص في عنده خيارين بده يتخذ منهم في عنده شيئين شخصين او طبيعة العلاقة هاي مع العمل مثلا بده يوفق عينهم ولكن في عنده خيارين بشأن اشي معين هو لسه ما اتخذ القرار لحد هلأ عم يدرس الموضوع ايضا هيدا برج الجوزة هاي الكرت بيتبع برج الجوزة يعني هالشخص عم يفكر فيك بالعقل الباطني وعم يدرس الموضوع وبيشوف انه هو في عنده او انت بتقدم له الردن لفسي اللي عم يبحث عم يشوف انه عم تتفاهموا كتير او الوضع بينكم بس يكونوا منيح بيكون كتير منيح ايضا اه في عنده رسالة او في عنده اشي بده يقدمها لالك او بده يوصلها لالك ولكن مش عارف كيف يوصلها لالك بجلس البعض منكم انت تكون مساوي بلوك لها الشخص فما في عنده اي طريقة يوصل لالك هالشخص ممكن اذا انت هو في مجال يعني او اذا في بينكم اشخاص مشتركين او ممكن اتقابل هالشخص في منطقة مشتركة ممكن على الاقل تبين له انه انت ممكن تتقبل منه حكي لانه عم شوف انه الشخص اه خايف يحكي لانه كل ما بيجي بيحكي اه بتصير فيه مشكلة او بيصير فيه جدال او بيصير فيه نزاع طيب بدنا نشوف بالمستقبل هالشخص اه شو هو الي بده بده تواصل هو بده تواصل حتى يعني بالمستقبل مع انه عم يستنى منك هون رسالة الى انه بده تواصل معك عم شوف انه بده بداية جديدة معك وفيه رح يترك اشي معين هالشخص ممكن ممكن يكون فيه اكس بحياته اكس او حاليا اممكن انه هو مش بعلاقة وهو بعلاقة اخرى مع شخص اخر عم شوف انه رح يترك اه اشي معين اشي قديم بحياته لانه عم شوف انه فيه بده يترك اشي بداية جديدة بحياته تواصل ايضا بده تواصل معك طيب الضاقة المشتركة بينكم انه انت مبين انه عم تدور على اشي جدي وعم تبحث على الاستمرارية ايضا ممكن تكون انت الطرف الجدي اكتر بالعلاقة لانه انت عندك عمدان اكتر بالكروت اللي بيتبعوك او انت عم تبحث على استمرارية او اكتر من هالشخص عروضه صغيرة عم شوف هالشخص او انت عم تطلب اشي ملموس عم تطلب اشي جدي طب انه متشوف بالمستقبل شو ممكن تكون طبيعة التواصل اللي بينكم لانه في عندك ايضا ويل اوف فورتين يعني في عندك تغيرات رح تصير تغيرات مفاجئة رح تصير بالتواصل بينكم يعني اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا او مع شريكه بالاغلبي رح يصير في حكي واللي عم يحكي اللي فيه تواصل حاليا مع الحبيب بدك تنتبه لانه هالكرت بيرمز الى تغيرات دائما فبدك تنتبه بوقت ما يصير النزاع بينكم انه تحاولوا تحلوا المسائل بطرق سلمية طب انه نشوف بالمستقبل شو هي طبيعة التواصل اللي رح تصير بينكم او مبين انه انت وهالشخص بصراحة فيه كتير اوراق عندي عم تطلع اللي هي او اللي هي نزاع او اللي هي جدال مشاحنات فمبين انه انت وهالشخص اه كتير فيه بينكم حساسية ويعني كتير فيه بينكم باشن عندك اه طلعت مرة تانية تغيرات يعني الوضع بينكم بيكون بيمر من بين هادئ ومستقر في لحظة الى كونفلكت يعني بيصير بينكم او او جدال دائما الوضع بيتغير بينكم دائما بيتلخبط مرة هيك ومرة هيك فطبيعة الحكي بينكم بالمستقبل بدك تنتبه بدك تحاول تحل الامور بطريقة سلمية او تحاول انه انت تتفهم وجهتها نظر هالشخص عم شوف هالشخص كتير مندفع ممكن يكون ايضا حصبي شوي لانه كتير اوراق عنده مشاحنات ومجادلات فعم شوف انه بيصعب عليه هالشخص انه يتحكم بمشاعره او هو كيف بيحس اللي بيحس فيه بيطلع وممكن ما في عنده فلتر او ما في عنده تنقية للحكي قبل ما يحكي فعم شوف انه هاي هي سبب المشكلة بينك وبين هالشخص فحتى بالمستقبل البعض منكم اللي رح يكون فيه بينكم تواصل بدك تنتبه من طبيعة التواصل يعني بدك تحاول انه تحل الامور بطريقة دبلوماسية اكتر اوكي حبايبي برج الجوزة بتمنى القراءة تكون فاتدتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحوكي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا